موسيقى الداخلية تعلن عن حزمة مهام جديدة إلزامية لطالب اللجوء تسجيل صوتي يكشف محاولة حزب الشعب الضغط على محكمة الفساد النمسا تسجل رقما قياسي في حالات الإفلاس للشركات في النصف الأول لعام 2024 شرطة المساعدات تكشف عمليات احتيال بقيمة 25 مليون يورو وانخفاض أسعار السيارات المستعملة بعد ارتفاع منذ حرب أوكرانيا وأخيراً بدء التقديم على مساعدة حتى 2000 يورو لترميم وصيانة المنازل مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم إلى تفاصيل النشرة أعلن وزير الداخلية النمساوي جيهارد كارنر عن إجراءات جديدة لطالب اللجوء تشمل إلزامية العمل وقائمة من الالتزامات وتوسيع مشروع بطاقة الأداء العيني وستلزم هذه التدابير اللاجئين بأعمال مجتمعية لصالح الحكومة الاتحادية والولايات وفي حال رفضهم سيتم خفض مصروف جيبهم من 40 إلى 20 يورو كما ستفرض دورات تدريبية إلزامية حول القيم والثقافة النمساوية تشمل مواضيع كالمساواه والديمقراطية وأشار كارنر إلى أن هذه الإجراءات تهدف لتعزيز اندماج اللاجئين أكدت لجنة تحقيق شكلتها وزارة العدل النمساوية وجود تدخلات سياسية خلال فترة رئاسة كريستيان بيلناتشيك لقسمه في محكمة الفساد والذي توفي في حادث سيارة وأعلن رئيس اللجنة مارتين كرويتنار أن جميع النقاط الواردة في التقرير البالغ 230 صفحة الذي يغطي الفترة من عام 2010 حتى عام 2023 تم التحقق منها وتتضمن تسجيلا صوتيا ليلناتشيك يتحدث فيه عن محاولات حزب الشعب التأثير على التحقيقات كما كشفت عن ملفات سرية على لابتوب بيلناتشيك تشمل مراسلات مع أشخاص مقربين من الحزب وأشادت وزيرة العدل ألمازاديتش بعمل اللجنة وأكدت على ضرورة تعزيز استقلالية القضاء شهدت النمسا ارتفاعا ملحوظا في حالات إفلاس الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت 1998 حالة بزيادة 35.8% عن العام الماضي وهو أعلى مستوى في الخمسة عشر عاما وفقا لاتحاد دائني جبال الألب وارتفعت الالتزامات المالية بنسبة 900% لتصل إلى 11.5 مليار يورو مع بروز حالات إفلاس كبيرة في قطاعية تجارة والعقارات ويتوقع الاتحاد وصول حالات الإفلاس إلى 7000 حالة في 2024 وتركزت الالتزامات المالية على إفلاس شركة سيجنا ومؤسساتها التابعة لها بالإضافة إلى إفلاس الشركة النمساوية التابعة لشركة فيسكر الأمريكية وعلى الرغم من زيادة حالات الإفلاس ظل عدد الوظائف المهددة ثابتا عند 9411 وظيفة كشفت فرقة مكافحة الاحتيال على الضمان الاجتماعي بالتعاون مع المكتب الفيدرالي للتحقيقات الجنائية عند 4700 متهم في النمسا العام الماضي مع زيادة بنسبة 80% في الضرر المالي المنتسب إليهم وصل إلى 25 مليون يورو وركزت الفرقة على كشف أماكن الإقامة الوهمية للحصول على مزايا غير قانونية ويعز هذا الارتفاع إلى التعاون المشدد مع الإدارة المالية وتضمنت القضايا 99.6% حلولا ناجحة مع 1250 مواطن نمساوي و3394 غير نمساوي وكانت الجنسيات الأكثر شيوعا إلى حد بعيد من سوريا وأفغانستان وأوكرانيا شهد سوق السيارات المستعملة في النمسا انخفاضا تدريجيا في الأسعار خلال الأشهر الماضية بعد وصولها إلى مستويات قياسية العام الماضي حيث يبلغ متوسط السعر حاليا 27 ألف يورو أقل بنحو 2000 يورو مقارنة بالصيف الماضي ويعز هذا الانخفاض إلى تحسن توافر السيارات الجديدة بعد نقص الإنتاج والتأخيرات السابقة وارتفاع أسعار السيارات الجديدة بسبب تكاليف الإنتاج ونقص أشباه المواصلات مما جعل المستعملة خيارا جذابا ويميل المستهلكون لشراء السيارات المستعملة الحديثة لضمان الجودة ورغم قلة توافر السيارات الكهربائية المستعملة يتوقع الخبراء استمرار انقفاض الأسعار مع استقرار سلسلة التوريد بدأ من اليوم التقديم على برنامج مكافأة الحرفي في النمسا لدعم الخدمات الحرفية مثل التربيمات والتجديدات في القطاع الخاص إلى جانب توسيع وبناء السكن ويمكن التقديم على المشاريع المنفذة من مارس الماضي ويوفر البرنامج دعما بنسبة 20% من تكاليف العمل بعد خصم الضرائب مع حد أقصى للدعم يبلغ 2000 يورو هذا العام و1500 يورو في العام القادم وخصصت الحكومة 300 مليون يورو لهذا الغرض فيما تواجه الصفحة الإلكترونية للتقديم تحديات تقنية بسبب الطلب الكبير مما يؤدي إلى مشاكل في عملية التقديم ولذلك على الزوار عادت المحاولة عدة مرات كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفو جرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين أمسيا سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة